لينا نبدأ بقى مع كل يوم بنلازم نتكلم عن الحر والصيف مع الصيف وحرارة الجو الشديدة وجهت هيئة الدول مصرية شوية تعليمات كده ونصيح لأولياء الأمور عشان نحمي أطفالنا من فيروس الهربس اللي ممكن يصيبهم لقدر الله من النصيح دي اللي قالتها الوزارة إن احنا نتجنب يا جماعة نبوس الأطفال الصغيرين والذات الردع يعني واحد لسه بابي خارج من بطن أمه والدنيا تانية ونخش نبوس ونعمل إذا قدرت ترقيه من بعيد ولا حاجة لكن لمس الأطفال والذات الببيهات صعب كمان الأكبر شوية مش كل شوية تعالى بوس عمه بوس جده بوس مش عارف يعني سهل قوي إن الولد يكون حامل ميكروب وينقلل حد أو فيروس وممكن حد ينقل له حاجة فبلاش يعني لازم نحاول نتجنب إن احنا نبوس الأطفال كمان نتجنب مشاركة الأطباق والأكواب كل واحد لو عنده مج بتاعه أو الطبق بتاعه علشان يعني ده مهم جدا إن احنا كل واحد يبقى ليه حاجة الخاصة يستعملها العناية الشخصية كمان إن احنا نتجنب لمس الجلد ما نقربش من البقاء في ناس قاعدة طول الوقت تلعب في بقاءها وفي وشها وبتاعه فكرة كمان الشمس إن احنا نتعرض للشمس جامدة جدا أنت بتفتح باب البيت لقي جهنم ولا يازو بالله يعني فلازم لو مضطرين قوي إن احنا نخرج في الشمس يبقى نعمل يعني الواقي الشمس إن شاء الله وربنا يعديه على خير هما يعني إن شاء الله يومين أو الأسبوع ده وتتزبط درجة الحرارة طيب